مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين عربية شرح يومها عن هواتف أبل وتحديدنا عن طريقة استرداد مبالو لمدفوعات في التطبيقات قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلوا جرس لايك في الفيديو في البداية إذا اشتريت أي شيء أو دفعت فلوس التطبيق تقدر تستردها من شركة أبل الطريقة سهلة خلينا ندخل من داخل التطبيق أشرح لكم حتى تسترد أي مبلغ من شركة أبل راح تحتاج هذا التطبيق راح تركه بصندق الوصف هذا التطبيق ضروري كلكم تنزلوا لأنه هذا التطبيق مهم إذا صار عندك خلل لا سامح الله تقدر تتواصل بيا شركة أبل تدخل على هذا التطبيق راح ياخذك إلى هذه الصفحة تنزل إلى الأسفل هنا الفوترة والاشتراكات بعدها تدخل على عمليات الشراء والاشتراك راح ياخذك إلى هذه الصفحة هنا طلب استرداد قيمة مثل ما تشاهدون هنا عندك عدة خيارات تدخل على إبدأ الآن هنا أخذك إلى هذا الموقع طبعا تقدر أيضا موقع تدخله من المتصفحة جوجل لكن أنا دخلت من هنا المتابعة باستخدام كلمات السر هنا أدخل كلمة السر بعدما دخلت كلمة السر أخذني إلى هذه الصفحة فتدخل على هذا الخيار طبعا تقدر تحول اللغة العربية هنا أريد أرجع مشترياتي هنا تختار فهنا راح تختار ثاني واحد هنا يعني أنا مشترياتي مو بالشيء اللي أنا اتوقع بعدها راح يأخذني إلى هنا هذا الخيار بعيدا فهنا قل لي اختار أي واحد فأنا أقول لهذا تمام والآن هنا مثل ما تشاهدون قل لي سندونك ارسال والآن احنا أرسلنا الطلب فشركة أبل راح تدرس الطلب وتسترد المبلغ مالتك من التطبيق هذه اللي حبيت اشرح لكم يا أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته طلب لا تنسوني الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس طبعا ثاني مرة دخلت على التطبيق ما موجود الخيار الأول لأني دفعت ثمن الترويج وللأسف مروج لي فلهذا حبيت أن أسترد المبلغ إلى شركة أبل وميزة جدا حلوة تحياتي ومع ألف سلامة